السلام عليكم أسعد الأوقاتكم بكل خير سبقوا طلبتوا مني أن أعدل الصوت في الفيديو وجربت مبارح أستعمل مايك وأعطى الصوت ضوضاء كثير فرجعت لتسجيل الصوت بالتليفون إن شاء الله أنه يكون الصوت واضح ومسموع وتكون فيديوهاتي هادفة ومفيدة لكم رح أحكي عن مجموعة من البدائل رح أبدأها ببدائل ستاتية لأنه أنا بالعادي ببلش بعطور رجالية فرح أبلش بعطور ستاتية ورح أحكي عن أنواع لم يسبق أنه أحد أحكي عنها العطر الأول هو الأماكن من سويس أريبيان العطر الأماكن من سويس أريبيان يجب حجب 50 مل لونساء العسلي غامق ذو إطار معدني جميل جدا العطر كلون ومحاكا العطر بومب فلاور من فيكتور أندرول في عشاك روائح الأزهار كومبلي من الأزهار بالإضافة إلى روائح السويت وأداء العطر قوي وسعره لا يتجاوز ب30 دولار العطر الثاني في هذه المجموعة برضو ستاتي عطر هوس من الرصاصي عطر هوس من الرصاصي عشاك عطر لانكم لفي أبل تنصحكم تجربوا عطر هوس من الرصاصي أداءه قوي العطر له سيلاج قوي جدا الانتشر يعني أول ساعة ممكن عن بعد 10 متر تكون الرائحة واضحة وأداء العطر قوي جدا عشاك روائح الكراميل والسويت تجربوا عطر هوس من الرصاصي سعره ما يقارب 40 إلى 45 دولار حسب مكان بلدك العطر رقم ثلاث هو أيضا من الرصاصي عطر سيكرت من الرصاصي بيجي بحجب 75 مل العطر كلون ومحاكة لعطر تومي جيرل من تومي هلفيجر وبشوفوا فيه تشابه مع رائحة سكيب من كالفيني كلاين للستات جميل بيجي بحجب 75 مل وسعره لا يتجاوز لـ 20 دولار أيضا عطر رقم أربعة في هذه المجموعة روحي تحبت من الرصاصي حجب 75 مل للسيدات العطر كلون ومحاكة لعطر بيلا دي أوبيوم من إيف سال لوران أحد إصدارات إيف سال لوران عام 2010 رقم خمسة في هذه العطور هو عطر رجالي نجعل مجموعة رجالية عطر جانجل أوف دا كينغ من جي بارليس عطر جانجل أوف دا كينغ من جي بارليس كلون ومحاكة لعطر إيربابوارا من سوسبيرو وأجمل عطر قلد عطر إيربابوارا من سوسبيرو وفي نقاء مكونات جميل هو جانجل أوف دا كينغ لون العبو الأزرق والكاب معدني مغنتيك طبعا إيربابوارا من سوسبيرو من أكثر العطور اللي لها عطور محاكاة لكن هذا العطور أجمل واحد فيهم ورائحة الفواكه ظهرة فيه زي إيربابوارا من سوسبيرو بنسبة 90% أيضا فيه بديل لإيربابوارا من سوسبيرو هو الحرمين عن برعود عطر الحرمين عن برعود محاكاة لإيربابوارا من سوسبيرو لكن الفانيلا طاغي فيه أكثر وجز الهند وبيجي حجم 60 مل وسعره أغلى من عطر جونجل وفاكينك أرخص بديل لعطر إيربابوارا من سوسبيرو والبديل الشعبي والمشهور كثير هو أنا الأبيض من لطافة إصدار العادي أيضا هو بديل لإيربابوارا من سوسبيرو لكن رائحة الفانيلا طاغي فيه وفيه ناس بتشوفه مزعج لأنه أداء العطور قوي العطر الرقم ثماني هو من سمارت كوليكشن شركة عطور إماراتية بتنتج بدائل للعطور الدزاينر والنيش في إصدار عندها 100 مل صراحة في بعض عطور عندها تستحق العطر هو كلون ومحاكا العطر إنفيكتوس فيكتوري رقم العطر 593 أداء العطر قوي مشوفه أقوى من إنفيكتوس فيكتوري ويعني سعب لها تجاوز 20 دولار وإمبلاجه جميل بيجي بحجم 100 مل حتى إنهم حطين إنفيكتوس فيكتوري على الكارتوني من الخارج العطر رقم تسعة من سمارت كوليكشن رقمه 124 كلون ومحاكا العطر ليمال جون بولغولتي العطر شبيه بليمال جون بولغولتي بنسبة 80 إلى 85% وسعره زهيد لتجاوز 20 دولار بحجم 100 مل صراحة في عطور في هاي الشركة تستحق الاقتناء كبدائل طبعا العطر رقم عشرة بوتينيكا شومال دار عطور إسبانية جميلة جدا صراحة اكتشاف جديد عندي بتيجي بإمبلاج فخم جميل بحجم 100 مل العطر مش كلونه محاكا العطر معين لكن في لمسة قريبة من عطر من زيرجوف أو من ساسبيرو دار عطور إسبانية طبعا الملفت في الموضوع إنه عطر نيش لكن سعره متوسط سعره بسعر عطور الدزاينر المتوسطة مش عطور ديزاينر الغالي جميل فواح ومناسب للصيف افتتاحية العطور فيها حمضية بالإضافة للأزهار والنيرولي أزهار البرتقال شك قريب كثير من عطور إكسينتو من ساسبيرو لكن بدون نوتة الأنناس و جميل جدا بنصحكم في ابتنائه وده العطور قوي شكرا